بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا هو الضرس السادس من سلسلس الدروس المتعلقة بالسنة عند الإمام مالك ووعدناكم في الضرس السابق بأن نتحدث عن طريقته في التعامل مع السنة النبوية وقلنا بأن الحديث إذا جاء متواطرا أي أن تبوته تبوت قطعي فلا إشكال عند مالك في الاستدلال به والاستنباط منه ولكن الإشكال عنده عندما يتعلق الأمر بخبر الأحد فهو لديه شروط لقبوله فمثلا إذا جاء الحديث معارضا في ظاهره معارضا لظاهر القرآن ومعنى الظاهر لأن الدلالة في الدليل الشرعي إما أن تكون نصا وإما أن تكون ظاهرا فالنص هو ما يحتمل وما لا يحتمل إلا معنى واحدا النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا مثل قوله تعالى تلك عشرات كاملة فعشرات ليس لها إلا معنى واحد ومعنى هذا أي أن عشر لا تقبلوا لا التخصيص ولا التأويل ولكن دلالة الظاهرة أو دلالة الظاهر فالظاهر هو ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره أي أنه يقبل التخصيص والتأويل مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة فكلمة الميتة تحتمل العموم هي ظاهرة في العموم ولكنها أيضا تحتمل التخصيص ولذلك خصيصه مثلا بميتة الحوت فالحوت والسمك الطافي على الماء حلال لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته بعد هذا البيان ناتي إلى خبر الواحد وظاهر القرآن خلاصة مذهب مالك في هذه المسألة أنه يقدم ظاهر القرآن إن لم يعاضد إن لم يعاضد الخبر بأمر آخر من إجماع أو قياس أو قول من فقهاء الصحابة أو عملي أهل المدينة مثال ذلك تحريم مالك أكل الخيل مع وجود أحاديث صريحة في صحة أكلها فقد ذكر مالك في الموطة أن أحسن ما سمع في الخيل معنى أحسن ما سمع ببعنى أن الأمر هذه المسألة فيها خلاف ولكن هو أحسن ما سمع أن أحسن ما سمع في الخيل والبغالي والحميري أنها لا تؤكل لأن الله تبارك وتعالى قال والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة فظاهر هذه الآية أن البغالة والخيلة والحميرة هي للركوب والزينة ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الأكل في حين عندما تحدث عن الأعام قال لتركبوا منها ومنها تاكلون إذن ذكر الركوب وذكر الأكل وقال تبارك وتعالى أيضا ويدكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة النعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير إذن الأنعام هي البقار والغنام والماعز والإبين فهذه يعني تؤكل ونص القرآن على أكلها لكن عندما ذكر الخيلة فقال لتركبوها فظاهروا فظاهروا ذلك أن لحم الخيلي لا يجوز عند الإمام مالك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم لجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر